يدخل المعركة يا إخواني لازم يطرح سؤال عنفسك هل أنا مستعد الذهاب إلى أقصى الحدود ودفع الثمن مهما كان سواء كنت في الداخل أو في الخارج لأنهم كثيرين يدفعون الثمن في الخارج أو لا يدخل نحن مناش أمام نحن لسنا معارضة أمام حكومة ظالمة نحن لسنا منتقدين لنظام حكم يصيب ويخطئ نحن أمام إنباجر بعبارة قورية نحن أمام مافيا إجرامية تنهب بلا حدود وقتلت من قبل بلا حدود وأخضعت البلاد وراهي خمخضعات القوى الخارجية ومستعدين يبقوا هناك إلى الأبد يا إما أن نفهم طبيعة النظام وإما أن لا ندخل في خصومة معاه أن نفهم طبيعة الفوضى بعبارة أدق أو لا ندخل في خصومة معاه ثم ننسحب خائبين وخائفين مع تضامني لا محدود مع رشيد الذي عذبوه نفسيا أكثر من جسديا وسجنوه وقهروه وظلموه وضربوه وشتموه لأنه بوجهة نظره أراد أن يساهم ربما في تحرير البلاد لكنه لم يفهم طبيعة الصراع وطبيعة العصابات التي تحكم في البلاد وهنا كانت الخطيئة ولا قل خطأ